وصفت بالصفقة الأكبر في التاريخ لتبادل الأسرى بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة عملية مقايضة أطلقت روسيا بموجبها سراح عشرين معتقلان على رأسهم الصحفي الأمريكي إيفان جيرتشكوفيتش مراسل هول سريت جورنال وضابط البحرية بول ويلان المعتقلون المفرج عنهم كان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس وفي مطار فنوكوفو في موسكو كان فلاديمير بوتين بدوره في انتظار وصول المعتقلين الروس ثمانية والذين تم اعتقالهم في سجون الولايات المتحدة والنرويج وألمانيا وبولندا وسلوفينيا على خلفية اتهامات بالتجسس والاغتيال وغيرها عملية التبادل التاريخية هذه جاءت بعد شهور من المفاوضات السرية للغاية وتمت بوساطة تركية وفوق الأراضي التركية وقبل هذه العملية لم تجري أي عمليات تبادل أسرى تشمل أكثر من عشرة معتقلين سوى خلال فترة الحرب الباردة عندما تبادل الاتحاد السوفيتي والقوى الغربية سجناء في عامي 1985 وعام 1986 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر